جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم وشدد على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط باتخاذ وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة جاء ذلك خلال تلقي رئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيو جورجيا ميلوني وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين وأضف متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول أيضا الأوضاع الاقليمية وبالأخص في قطاع غزة واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد بما يتاصق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من جانبها ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية الجهود المصرية للتهديئة وتواصل مصر مع جميع الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة وقد تم التوافق على استمرار تنصيق وتشاور بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر